المجتمع قوم في ايه بيعملوا ايه يتلون كتاب الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم في حاجة حصلت غير اللي انا قلتوا ده دلوقت طيب عدوا بقى الكرمات إلا حفتهم الملائكة ما قالش نزلت عليهم الملائكة لا تحفهم الملائكة ما بتعودش معاهم لو سمحت خلي بالك من الألفاظ من الملائكة ما تحفتش معاهم يقعدوا صف تاني لأن انت عند ربنا دلوقتي من كبار الزوار خد بالك لحسن تفهم تصور الحديث على فيه ما كنت حفتهم الملائكة الملائكة دي جاي من اين بقى يسيبوا القعدة عند ربنا ويجوينة قالوا أصله لما كانوا في السماء في مواطنهم في السماء ترسل هنا جايين بلكون ليه لأنه جايين عند ناس مقربة فهو هو واقف وراك كده هو أقرب إلى الله من موطنه في السماء يا حبيبي ما تاخدش بقى كلام كده وتجري عايزك تستمعن معايا تفهم الدنيا لو عرفت سواب العملية دي هتحبها أكتر طيب أنا مكسوف أعمل مع دول اعملها في بيتك مع عيالك اعملها لوحدك اعملها أنت وصديقك فيقول حفاتهم الليه وبعدين ونزلت عليهم السكينة قلتلكم السكينة دي هي الرحة النفسية هدوان السر اللي مش لقينه في بيوتنا المشاكل الزوجية والمشاكل البيتية والمشاكل المادية الناس مش مرتاحة لا اللي غني مرتاح ولا الفئير مرتاح لأن الله قال ومن أعرض عن إيه ومن أعرض عن إيه فإن لو معيشة إيه لو عبقى أنت تعرض عن ذكره وتيالك أن أنت بفلوسك أتحق السعادة عبيض عبيض هتتعس تجمع مال ويتعسك وتتحسب عليه أمال إيه السعادة كل السعادة في طاعة رب الله على نفسه فليبك من ضاع عمره ولم يجن منها نصيبا ولا سهل لأنه حكم القدوس مهمة دي نحطها في العنوان قال لها يدخل الحضرة أرباب النفوس اللي فيه كبر فيه غل فيه ما عرفش إيه فيه ما عرفش يجي يدخل الملائكة تتمشي يمشي عمي ما تنكتش عليه خلي الناس دي عايشها مع الله ولما تكون انت كويس الملائكة تجيبك تبقى رايح في مكان كده الملائكة تزقك كده على هنا مهمة وبعدين نازلت عليهم السكينة يرويق النفس البال أعتقد ان دي حباية الحضرة دي بعتبرها حباية سعادة اللي عايز يحس بالراحة النفسية يقولي وانا وصفت للدور وبعدين غشياتهم الرحمة غشياتهم يعني ايه غطتهم يعني ايه الرحمة ينزل عليهم نور النبي يغرق في نور النبي غشياتهم الرحمة ويه كمان وذكرهم الله في من عندها تخيل بقى ان حضرتك النهاردة كل زنوبنا اللي فاتت دي اتنست وربنا نادى الملائكة قال لهم ايه اليوم يوم الصلح مع عبدي الله سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى لانه كان مشتقلك انه كنت وحش واحنا بنوحش ربنا وده ينفع مع ربنا ايه امان انت فاكره ايه هو لو ما بيحبكش الحب ده كله هيصبر عليك ليه يعني وانت كان لك عنده ايه انت لك عنده ايه انت لك عنده ايه ولا انت مين يسبح الرعده يسبح الرعده لحمده والملائكة من ايه والملائكة دول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ما عندهمش غلطة وعملين كده صح انت المحبوب الوحيد لله في الكون وانت الوحيد اللي متدلع وعايش في حجر الربوبية بتعمل اللي انت عايزه ومسامح ويتمنى منك كلمة واحدة استغفر الله العزم ياخدك في حضنه على طول ما تقولوا استغفر الله العزم ايه الناس دي خلنيه ياخدك في حضن تروح من هنا آمن يا ابن ما فيش احن علينا من ربنا ما بقى الدنيا كلها سرعات اوعى تأمن لحد غير ربنا وسيدنا النبي ما حدش احن علينا من الله ولا حد شوف سيدي ابن عطال الله سكندري بيقول ايه لا تصاحب الا من هو بعيبك عليم وليس الا مولاك الكلمة بالله عليك من اللي واخدنا على ابنها هو بيقول لك الشيخة ورقيبني وطالعني فاعصي جهالة هو انا شايفني وانا عارف انه شايفني وبقفل الباب عشان اخويا ما يشوفني طب يا قالين الادم يا جاهل يا اعمل بصيرة ما ربنا شايفك تقفل باب ايه تبدأ تقفل باب في وشه ازاي رقيب وطالع فاعصي جهالة غباء من يعمل ايه هو ربنا مش خلصت لفوش اكاد انتوا هو الملايك لفوش اكاد انتوا هو ما عملش حاجة يبدل بالغفران يقوب حما زلت وابعدين ما لقكش سامحت ولا غفرت ولا استغفرت ولا عملت حاجة يعمل ايه معاك يسؤلك واحد من حبايبه يخليك تحبه حب طب الراجل ده تحبه تدخل مع الجنة اظن ما فيش احسن من كده حنان ما فيش احسن من كده رحمة يقول غشياتهم الرحمة وزكراهم الله فين في من عنده اشهدكم يا ملائكتي قال بقى غفرت لهم دي انت سيادتك بقى حسب حسنة ظنة غفر لك زنب بتاع النهاردة ولا غفر لك الزنوب كلها أنا عن نفس ثاني واللي جاي لئين حسبني عن زنبي لأسألنه عن رحمة أقول له بقى تغشاني الرحمة ويدخاني النار تعوفي بقى الملائكة دي كبتع جهنم ولا كبتع ايه؟ ملائكة الجنة ملائكة الرحمة ملائكة الرحمة